السلام عليكم من الأمور المهمة في تربية الأغنام والماعز هي كيفية التغذية جيدة للإناث الحوامل وخاصة خلال الفترة الأخيرة من الحمل يعني آخر شهرين من فترة الحمل نظرا لأن التغذية خلال هذه الفترة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للحيوانات الحوامل فأي أقطاء في تقليل أو عدم توازن العلاقة المقدمة للإناث الحوامل قد يسبب كثير من المشاكل ومن هذه المشاكل تسمم الحمل أو الإجهاض أو ولادة حملان ضعيفة وأحيانا قلة إدرار الحليب عند الأمهات المرضعة وعدم أخذ المواليد حاجتها الكافية من لبن الأم وخاصة خلال الأسابيع الأولى من الولادة فترة العشار أو الحمل في الأغنام هي من 150 إلى 155 يوم تزيد أو تنقص قليلا حسب السلالة وحسب العوامل المحيطة فخلال المراحل الأولى من الحمل وهي الثلاث شهور الأولى يكون تطور الجنين وحجمه ليس بالقدر الذي يؤثر على حالة الأم وبالتالي فإن احتياجات الأمهات تعادل الاحتياجات القذائية للحيوانات قبل موسم التناسل وخلال المراحل المتاخرة من الحمل يعني آخر شهرين يتزايد حجم الجنين ويضغط على كرش الحيوان لذلك يجب الاهتمام بخفض نسبة العلاقة الخشنة التي تشقى الحيز كبير من كرش الحيوان وزيادة العلاقة المركزة مرتفعة القيمة الغذائية والمتوازنة من حيث محتواها من الطاقة والبروتين والألياب فالأفضل أن نقوم بزيادة مستوى العليقة المقدمة للحيوانات بحوالي 50% عن العلاقة المقدمة في الفترة الأولى فمثلا إذا كنا نعطي الأمهات في الفترة الأولى من الحمل 3% من وزنها مواد خشنة ومركزة فخلال الفترة الثانية من الحمل أو خلال الفترة الأخيرة من الحمل آخر شهرين نزيد هذه الكمية إلى النصف تقريبا يعني نعطي الأم من 4.5% إلى 5% من وزنها علف متوازن من حيث محتواه من الطاقة والبروتين والألياب ويفضل أن يضاف لعلاقة الأغنام الحوامل الأملاح المعدنية والفيتامينات الضرورية والمولاس حتى نمنع حدوث تسمم الحمل للأغنام الحوامل ونحصل على مواليد بأوزان وصحة جيدة ويكون إدرار هذه الأمهات الحوامل للبن عند الولادة إدرار جيد يدفي حاجة مواليدها من اللبن ويحافظ على نشاطها وحيويتها وتكون هذه الأعلاف نظيفة وخالية من أي ملوثات أو تعفن حتى نمنع حدوث حالات التسمم للحيوان وحالات الإجهاض والتي يكون أكثر أسبابها هو تقديم الأعلاف الملوثة وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته